شلل يصيب المصانع الأغنياء والفقراء على حد سواء غرفة بلخ للصناعة والمناجم تقول إن أصحاب المصانع عجزون عن تحويل الأموال إلى الخارج من خلال البنوك لشراء المواد الخام والحفاظ على نشاط عجلات المصانع أمارت اسلامي أفغانستان احترامانه تقاضي میکنم كهر چزو تر با مشكل بانگها رسدگی بکنه تا بانگها مشكل تمام سکتورها خصوصی رحل بکنه پولایی که ما در بانگ دادیم دستس ما قرار بيته و پولایی که ما در خارجش کرد بخاطر مواد خام انتقال مدیم که مواد خام بخاریم هر چزو تر زمینه رو بنا مساعد بسازه ومع ذلك يقول مسئول طالبان انهم يراقبون المشكلة عن كثب ويتخذون اجراءات لحلها واذا لم يتمكنوا من حل المشكلة فسوف يشاركونها مع كبار المسئولين لاتخاذ الاجراءات ان شاء الله امدیم ودیدیم براشی نتمنان دیدم ان شاء الله زودتر خاطر مشكلاتی ازنا هل شده صاریخ امیران وصاریفی وزارتا ان شاء الله قابا ازنا که ده مشكلتای داش ما بمرجایشان بیرسانی ان شاء الله هنه هم کاراسا بام رایم ما مرش بیخول ده مشاران وصاری شریکو ده دویب براهیم مایت ان شاء الله كیری نو تمدش براتلونک که ان شاء الله كل مشكلات تالا با قلتا هرکی المسؤولون في غرفة بلخل الصناعة والمناجم يقولون ان 400 مصنع موجود في الولاية ولكن وبعد وصول طالبان الى السلطه في افغانستان تم اغلاق اكثر من 85% من المصانع بسبب نقص المواد الخام وصعوبة الوصول الى الاموال في البنوك ترجمة نانسي قنقر